أهلا بكم عشرات القصص نوسجت منذ الساعات الأولى لاختفاء الصحفي السعودي جمال خاجقجي في اسطنبول عشرات الأسماء وردت في تلك القصص عشرات الصحف والقنوات التي تنقل عن مصدر واحد مصدر واحد تتقلب أقواله بين الساعة والأخرى وحين يطلب منه الدليل يقدم صورا لخمسة عشر وجها ويلصق بهم تهمة إخفاء الصحفي السعودي ساعات فقط ليتبين أن تلك الصور بعضها لسياح مع عائلاتهم وأخرى لأشخاص حطت رحالهم في اسطنبول عبر مطارها الذي يستقبل آلاف الركاب كل يوم القصة مستمرة وأحداثها تتغير ساعة بساعة رواية جديدة بشأن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي سربتها وسائل إعلام تركية وقطرية نصفت سريعا بعد أن تبين أنها عائدة لسياح سعوديين عاديين يهمون بالتحرك داخل مطار آتاتورك في اسطنبول اتهموا بأنهم من فريق طائرة سعودية خاصة نسجت حولها القصص وربطتها باختفاء خاشقجي في اسطنبول وكانت السلطات الأمنية التركية أعلنت يوم الثلاثة التاسع من أكتوبر على الوكالة الرسمية أنها أخضعت الطائرة الخاصة لتفتيش دقيق قبيل مغادرتها ولم يجد عناصر الأمن أي شيء مريب بداخلها أو صلة لها بموضوع اختفاء خاشقجي وهنا نستعرض صور السياح السعوديين الذين قالت تقارير في وسائل إعلام تركية وقطرية إنهم متهمون بقضية اختفاء خاشقجي وتظهر الصور على غير ما نسج أنهم أتوا بطائرة خاصة إذ تظهر مسافرين عاديين في صالة مغادرة في مطار يكتظ بالمسافرين وأن صورهم التي لم يعرف تاريخها استخدمت فقط لتصويرهم بأنهم جزء من فريق وصل بطائرة سعودية خاصة وما هو معروف للجميع أن صارة الطائرات الخاصة لا توجد فيها صفوف لمسافرين وفي الصور التي نشرت أيضا صورة واضحة لرجل داخل المطار وخلفه زوجته وخلفهما مسافرون عاديون هؤلاء المسافرون ذهبوا إلى تركيا لسياحة لكن اتهامات طالتهم دون سند كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن متابعته الكفيفة لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وضاف ترامب في تصريحاتنا وردتها قناة فوكس نيوز أن محققين أمريكيين يشاركون في تحقيقات ملابسات الاختفاء مؤكدا اهتمامه والبالغ بمعرفة ما حدث في هذه القضية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعتبر قبله أن ليس من الصواب التعليق على فرضيات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وضاف اردوغان أن تركيا قلقة من الاختفاء وتحقق في كل جوانب القضية جاء ذلك في تصريحاتنا الصحفيين الذين رافقوه في رحلته الأخيرة إلى المجر اتهامات وسيناريوهات تطرح دون أدلة أو مع صور غامضة ودوائر حمراء توحي بأن القضية محكمة بينما الحقيقة الوحيدة المؤكدة هو أن جمال خاشقجي مختف صحيح أن قضية المواطن السعودي تحولت إلى مسألة عالمية لكن خلاصة المواقف الدولية تكاد تكون موحدة دعوة للتعاون التركي السعودي لإظهار الحقيقة والأهم عرض المساعدة قضية الخاشقجي يتردد صداها هنا في واشنطن نائب الرئيس فانس قال أن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال فريق من الاف بي آي للمساعدة في التحقيق في اختفاء الخاشقجي إن طالبت السعودية بذلك أما الرئيس ترامب فقال أنه قلق بهذا الشأن ويأمل أن يتم الكشفة عن الحقيقة الإدارة الأمريكية انتزمت بموقف حكم عليها بقلة المعلومات ترامب أبدأ قلقه وذكر بأن لا أحد يعرف الكثير عن الأمر الخارجية كررت مضيفة أن التقارير متناقضة رافضة إطلاق حكم بقضية لا تعرف تفاصيلها مثل تناقض الروايات يتناقض إعلام أنقرة في كل يوم الإعلام التركي يوجه أصابع الاتهام إلى الرياض ومستشار أردوغان من جهة أخرى لم يستثني ضلوع الدولة العميقة التركية بما حصل لندن قالت إنها تتابع العمل لتحديد الحقائق في مسألة اختفاء جماد خاشقشي بما في ذلك العمل مع السعودية وزير الخارجية جيرمي هانت اجتمع إلى السفير السعودي وأعرب عن اهتمام بلاده الملحي بالحصول على أجوبه الاستغلال كان وسيلة الإعلام القطري متاجرا بقضية إنسانية لأغراض سياسية الدوحة حركت جيوشها الإعلامية للتحريض والدفاع عن حرية صحافة لا توجد في قطر التعاون الذي طالبت به الدول الغربية تمارسه السعودية مع تركيا سمحت الرياض لفريق تحقيق تركي بدخول القنصلية لمناقشة كل هذه التطورات معنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية أحمد الإبراهيم ومن جدة أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العسى فأبدأ معك أهلا بكم أولا معنا في الرابعة وفي العربية أبدأ معك أستاذ أحمد أولا يعني تعديل للروايات عشرات المرات تضارب في التصريحات وكذلك سرد لقصص من دون سند ولا حتى دليل كيف يمكن تقييم هذا التخبط في الإعلام التركي والقطري تعابل مع قضية اختفاء خاجقجي طبعا أبدأ كلامي كل ذي نعمة محسود فالمملكة العربية السعودية نحن نعرف من الأزل أن حسادها كثار وعداءها كثار ولكن في النقطة هذه هي ليس طبعا فقط تركيا وجزيرة شرق سلوى ما تسمى بقطر هي من يجيش الإعلام طبعا لا تنسي أن اليوم قطر هي تعمل مع اللوبيات في داخل أمريكا في عملية أخذ ذريعة بما حصل لخاجقجي وأنا أعتبره هو في النهاية قضية جنائية وليس سياسية رجل مواطن سعودي مختفي في تركيا هذه قضية جنائية ولكن عملية تسييسها وعملية اتهمة بدأت في القتل ظهرت من الدوحة وأيضا من تركيا في ظهور الصور هذه الكرتونية السخيفة بكل صراحة فهي عبارة عن هناك الأطراف المشتركة فيها هي من نبحها أول في عملية تسييس هذه القضية أما من ناحية واشنطن فزي ما أنت عارفة أن الحزب الديمقراطي أو اليساريين أو عندك الحزب الجمهورية يصلهم ضغوط من كتاب عظيمين في أمريكا لا واحد منهم مثلا توماس فريدمان فهم يأخذون قلة المعلومات هذه ويبدأون يتكلمون فيها في عملية ضغط على المملكة العربية السعودية لإظهار الحقائق والأدلة والحادث هو جنائي في تركيا فهذه من ناحية الولايات المتحدة كما قال الرئيس دونالد ترمب أنها لا يعلم الآن وهو مستعد لإرسال قضية فريق من الـ FBI والمملكة لا تحتاج فريق من الـ FBI المملكة جديرة بنفسها أن تجد الحقائق ولكن على تركيا أن تبحث ويطلع الأدلة الصحيحة في عملية من وراء ظلوع اختفاء خاشقجي الحكومة التركية إذا وصلت لأي خيط من الخيوط بعملية لوي ذراع أو معاولة تسريب سوف يسربون معلومات دقيقة من خلال الصحف أو من خلال صحفيين ولكن إلى الآن هم يطالبون باجتماع صحفي فهذا يعطيك خيط إلى وين جمال خاشقجي من هم الأذرع المشتركين ما هي ردة فعلة جزيرة في عملية قناة الجزيرة وأيضا قطر في عملية وضع بعض التويتس وثم عملوا لها دليت فهذه كلها تعطيكي اندكيشن الآن موقف المملكة العربية السعودية أنا في رأيي هو الموقف الحكيم الأدلة سوف تطلع في القريب للمستقبل وسوف يبان منهم أضلع في خيوط الجريمة ويجب معرفة ما الاستفادة بوراء اختفاء خاشقجي وما هو الثمن التي سوف يتدفعه بعض الدول لتركيا في عملية إغماض هذه الجريمة دعنا ننقل هذه النقطة إلى دكتور عبدالله بالفعل ترامب تحدث عن مشاركة محاققين أمريكيين في تركيا لتحقيق في هذه القضية وقال أن هناك تضارب في التقارير حتى الآن وقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث أنه ليس من الصواب الحديث عن فرضيات والتعليق عليها في هذا التوقيت ما رأيكم بتصريحات الرئيسي؟ مساء الخير أنا أعتقد أنه اليوم ربما العالم لم يوفق بشكل كبير جدا في التعامل مع هذه القضية استعجل النتائج واستبقى التحقيقات وأبدأ انطباعات أولية يهتشي بأن هناك نوع من المؤامرة شيئنا ما بينها على المملكة العربية السعودية فليس من الحكمة أن يستدرج الإنسان أي إنسان في الدنيا وأي عاقل شخص يعلم الجميع أنه ذاهب إلى منزلك ثم تعتدي عليه هذا أولا ثم التاريخ السياسي للمملكة العربية السعودية يشهد بأنها بلد سلام ولم يشهد تاريخه بيوم من الأيام بمثل هذه الأعمال إذن هناك طرف ثالث مستفيد هذا الطرف الثالث يتمحور حول إيران حول الدولة العميقة في تركيا وحول قطر وحول الغرب يجب أن لا نخرج الغرب من هذه المعادلة الغرب أيضا مستفيد ولا أدل على ذلك من تدخل الغرب إعلاميا وبشكل كبير هناك ضغوطات إعلامية وهناك تصريحات تستغرب أنها تظهر من مسؤولين عن اختفاء مواطن اليوم يجب نحن من يساورنا القلق نحن من نطالب تركيا اليوم بالبحث عن هذا المواطن السعودي تركيا حتى أمس القريب كانت وجهة مفضلة للسياح السعوديين اليوم أعتقد أنها لم تصبح آمنة وبالتالي يجب اليوم أن نضغط على الحكومة التركية لفك هذا اللغز ولإخراج هذا المواطن السعودي هذا المواطن السعودي ما يزال محتجزا أو موجودا أو مغيبا على الأراضي التركية سلامته هي مسؤولية الأمن التركي وبالتالي يجب أن تفصح تركيا عن أين اختفى ومن الذي أخفاه وأن تكون شفافة بالقدر الكبير الذي رمت فيه جزافا طيب دكتور عبدالله بالنسبة لتصريحات ترامب التي وردت قبل قليل ذكر فيها أنه نتابع نتائج قضية خجقج عن كثب وسيتم إرسال محققين أمريكيين إلى تركيا للمشاركة في التحقيقات يعني ماذا استشفيت من هذه التصريحات هل هناك بواد لتعاون دولي أمريكي سواء في التحقيق بهذه القضية أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة تقريبا وفي هذه المرحلة من العام هناك انتخابات نصفية وهناك تأثير وضغط إعلامي كبير جدا على صانع القرار في واشنطن وبالتالي هو الآن يسترضي الناخبين ويسترضي الرأي العام الأمريكي بأن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة بفريق من الـ FBI للكشف عن ملابسات هذه القضية هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أنا أفسرها بأنها تدخل الحقيقة غير مبرر وغير مقبول فالأمن التركي كفيل بكشف هذه الملابسات وهو قادر إن أراد على ذلك أيضا وجود المحققين السعوديين أيضا إذا أتيحت لهم الفرصة فهم قادرون أيضا على استجراء الحقائق فالموضوع يخص تركيا ويخص مواطن سعودي إذن لا شأن للدول الأخرى بأن تتدخل في مثل هذا أشياء هذا أشياء يجعله يسيس وعلى نطاق واسع دخول أكبر دولة في هذه العملية حول مواطن كم مواطن في العالم أو مواطن عربي تم إخفاءه واختفاءه سعيد الشلاحي تم قتله على الأراضي التركية سعيد كريمان المعارض الإيراني الحقيقي تم تصفيته ولم نسمع هذه الضجة الإعلامية أو حتى السياسية في العالم طيب دكتور عبدالله رجل تتفضل بالبقاء معنا سنعود إليك فور الطلاع على موضوع ذات صيلة وكذلك الأستاذ أحمد منذ الإعلان عن اختفاء صحفية السعودي جمال خاشقجي روايات كثيرة تأتي من مصادر مجهولة ويورو وجلها الإعلام المؤالي لقطر ثم يأتي الإعلام والرسمية التركي نفسه لينفيها لعبة من الروايات والروايات المضادة تجعل من قضية إنسانية قبل كل شيء فرصة استغلال سياسي لأبعاد الحدود جمال خاشقجي مواطن سعودي مختف في تركيا في الأثناء تسريبات من مصادر أمنية كثيرة تتبعها بيانات رسمية تفندها المسؤولون الأتراك يتركون الأمور غير واضحة يتحدثون دون الكشف عن هوياتهم ولا يكشفون عن الأدلة التي يقولون إنها بحوزتهم ثم تأتي وكالة الأنباء الرسمية لتلك الدولة وتصدر بيانا يضحض روايات المصادر روايات تتلقفها وتنشرها الآلة الإعلامية القطرية مثلا قصة الطائرتين الخاصتين التي تقلان سعوديين رهنت عليها وسائل إعلام قطرية بيد أن وكالة الأنضول نفتها بخبر عن تفتيش السلطات التركية طائرة قادمة من السعودية يوم اختفاء خاشقجي لم يعتر بداخلها على شيء ولا صلة لها ولا لركابها باختفاء خاشقجي ورغم الرواية التركية الرسمية لم تتوانى وسائل إعلام تركية وقطرية تتبع تنظيم الإخوان عن تكرار القصة وتضمينها صورا من شوارع ومطارات ولأشخاص صور تحمل دوائر حمراء يبدو الهدف منها تحويل الخيال إلى حقيقة المصادر التي تناسبها والإعلام القطري قالت في البداية إن خاشقجي اختطف ثم بعد ساعات أنه قتل ثم خرج الرئيس التركي ليقول إنه يأمل بنهاية سعيدة للقضية توقعات ما زالت إيجابية أتمنى من الله أن نواجه النتيجة التي لا نريدها كذلك خطبته توقعاتها إيجابية إلى أن ثمة مترجمة ومقدمة أخبار كانت لديه ترجماته الخاصة لمقاله أردوغان والأمنية التركية التي تتحدث عن مقتله داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول قرارات وتصريحات المدعي العام الجمهوري وفقا لنتائج هذه التحقيقات وإنه لمن المحزن بالنسبة إلينا حدوث ذلك في بلدنا وكأن النبأ السيء بالنسبة للبعض أن يكون خاشقجي على قيد الحياة استورت صحيفة نيويورك تايمز إلى حذف جزء من رواية لصحيفة تركية حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الصحيفة نشرت ملاحظة على شكل اعتذار على حسابها في تويتر ذكرت فيها أنها أجرت تعديلا عن الخبر الذي أظهرت فيه صورا لخمسة عشر سائحا سعوديا مع أسمائهم وأكدت أنهم المتسببين باختفاء خاشقجي لكنها عادت وقالت أنها لم تتثبت من تلك المعلومة التي نشرتها صحيفة تركية ولذلك أجرت التعديل عليها يذكر أن صحفا أمريكية وبريطانية وقعت أسيرة للمعلومات التي تمدها بها وسائل الإعلام التركية والقطرية دون إجراء أي بحث أو استقصاء خاص ونعود لمناقشة هذا الموضوع مع ضيفي من رياض الباحث العلاقات الدولية أحمد البراهيم ومن جد أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله الحساف أستاذ أحمد يعني صحف أجنبية كبرى تورطت في هذه القضية وفي نقل كما قالت إيا إشاعات عن إعلام التركي والقطري قبل أن تتثبت من تلك المعلومات ما رأيك بذلك؟ كيف حتى تطورت صحف بهذه السمعة العالمية في هكذا قضية؟ يجب على المجتمع والقارئ يجب أن يعرف أن هذه الصحف والقنوات تريد بالزج في المملكة العربية السعودية يعني سؤال لو فيه واحد استخباراتي أنا ليس رجل أمني ولا استخباراتي ولكن لو فيه وعندهم واحد استخباراتي هل عندما تقوم دولة بعملية تصفية أو أي عملية أو عندما قامت الدلتا فوس في عملية تصفية بن لادن هل يجمعون العسكريين من جميع القطاعات الأمنية وضعهم في مهمة؟ من المستحيل أن يحصل ذلك ولكن الزج في المعلومات السعودية يريدون أي معلومات ضد المملكة العربية السعودية للزج فيها فهذا شيء نحن متعودين فيه من الإعلام الغربي ويجب علينا أن نوجد ميكانيكية لنعمل كونتر باك للإعلام أو لرد على الأشياء هذه صحيفة قيمة زي نيويورك تايمز تقول خبر زي هذا يعني واحد عمره عشر سنوات يفهم أن الحقيقة تختلف عن ذلك ولكن الإعلام الغربية والنيويورك تايمز لأنها هي سائرية مؤدلجة ضد المملكة العربية السعودية وسوف تجدون صحف أخرى أو سوف تداولها الكلام هذا ولكن أيضا على المملكة العربية السعودية الأخذ بالفاكت وأن الأعلاميين السعودين يطلحون ما هي الوجهة الصحيحة من ناحية المملكة العربية السعودية كما هي تفعل دائما لأن المملكة العربية السعودية لها وجه واحد في السياسة ناهيك عن الأشياء الأخرى وفي نهاية المطاف المملكة العربية السعودية لا تتدخل في عملية اختفاء جون سنودن أو اختفاء عالم في ناسا أو اختلع مواطن أمريكي في بلد ما هذا شأن داخلي أو شأن بين الدولة وبين الولايات المتحدة فأتمنى أن الدول الغربية أو الدول الشرقية أو رجل الفضاء لا يتدخل في المشاكل التي تخص المملكة العربية السعودية داخليا أو المملكة العربية السعودية وطرف آخر ولكن هذا يرجع أن المواطن أو المشاهد يجب أن يعرف أن هناك طرف ثالث والموضوع كما قال ضيفكم وأخي العساف أن هناك طرف مستفيد وهذه هي قطر تزج في الإعلام بكل وسائلها وهي تدفع مليارات المليارات إلى اللوبيس فرم سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة والشعب القطري هو ضحية ما تفعله قطر وهذا هو المردود الإعلام الذي يبحث عنه تميم وأبوه وأكون واضح لأن اليوم المواطن والمستمع هو واضح ويعرف ماذا يحصل حوله اليوم المملكة العربية السعودية أرسلت فريق أمني المملكة العربية السعودية يقع على أرضها ولد جمال خاشقجي وعائلة خاشقجي التي هي من العوائل المحترمة والعريقة في المملكة العربية السعودية والتي الناس جميعا يكون لهم الاحترام بأمان جمال خاشقجي كان يزور السفارة في واشنطن لمدة شهر وأيضا ذهب إلى السفارة السعودية في لندن لكم أسبوع أو أكثر ثم أتى إلى إسطنبول إلى السفارة حيث تواجدت ما تسمى بخطيبته أوكي وبعد وجود خطيبته الرجال اختفى فعلى المحلل أو الشاهد أن يعرف ماذا حصل لجمال طيب دكتور عبدالله بالنسبة الآن للمملكة العربية السعودية يعني الرد الهادئ على الإشاعات وعلى كل هذه الاتهامات ضدها إضافة إلى انتهاجها سياسة عدم التصعيد وانتظار نتائج التحقيقات إلى أي مدى بعتقادكم سيساهم في حل هذه القضية اسمحيلي قبل أن أجيب على سؤالك أن أتحدث حضرتك ذكرتي أن الصحف الغربية وتحديدا الأمريكية وقعت أسيرة لنقلها عن الإعلام القطري والتركي أنا باعتقادي أنها لم تكن أسيرة بل هناك تعمد وهذه الصحف كانت رزينة وهذه الصحف عمرها أكثر من مئة عام لا يمكن أن تعتمد على مصادر مشبوهة ومشكوك فيها هنا سقطت قيم الخبر والصحافة التي هي الدقة والمصداقية والموضوعية إذن هناك أجندات مختلفة ومتناقضة تم اليوم توحيدها لتحقيق هدف واحد علينا أن نعترف جيدا أن اليوم المملكة العربية السعودية تواجه حرب متعددة الأدوات متعددة الأغراض متعددة الوسائل هناك منتفعين كثيرين اتحدوا في هذه القضية في قميص خاشقجي وبالتالي اليوم يجب أن تواجههم المملكة العربية السعودية بردود مختلفة مثل ما حضرتك تفضلت الرد الدبلوماسي والرد السياسي والرد أيضا الإعلامي وبشكل كبير لكن يجب أن لا نكون متشنجين إعلاميا فنحن نمتلك الحقيقة ونحن يجب أن من يطالب بمواطننا السعودي جمال خاشقجي أين اختفى جمال خاشقجي وعلى الجهات التركية أن تكشف سر الاختفاء ومنهم المستفدين جمال خاشقجي في آخر تغريدات له أعرب عن أمله وعن ندمه في عودته إلى المملكة العربية السعودية جمال خاشقجي لم يكن بذات السوء الذي كان فيه غيره المملكة العربية السعودية يدها نظيفة وغير ملطخة بالدماء شأن النظام القطري والذي مقلب على عمه وقتله وقتله والده القريب النظام التركي أيضا هناك عدد كبير مما نقتله على أرض تركيا لماذا اليوم يتعلقون بقميص خاشقجي إذن هناك أهداف وأجندات خفية تمسأ من المملكة العربية السعودية أستاذ أحمد تحدثنا عن المملكة العربية السعودية تحدثنا عن وسائل الإعلام الغربية وكذلك التصريحات الغربية بالنسبة لتركيا كما قلتم سابقا الحدث وقع في تركيا يعني من جهة وسائل الإعلام التركية تتحدث وتواجه أصابع الاتهام إلى الرياض ثم تخرج تصريحات رسمية التركية تنفي ذلك وتنسف كل ما ذكرته وسائل الإعلام التركية والتحدث عن الدولة العميقة في تركيا وعن مجرد فرضيات كيف تقيمون التعاطي التركي مع قضية اختفاء خاشقجي بكل بساطة التعاطي التركي في قضية خاشقجي هو مشبوه ومشبوه جدا وبالنسبة لي واضح أن تركيا لها علاقة كبيرة في اختفاء خاشقجي بكل صراحة هذه ليست الدولة أردوغان ولا الدولة العميقة في تركيا في الأخذ في الخبر هذه هذه هي حركة عملت في جمال خاشقجي قبضت ثمنها تركيا سواء حكومة أردوغان أو الدولة العميقة في تركيا والتي دفعت المبلغ الطائل لإخراجها من الحق الاقتصادي والحقن الاقتصادية في تركيا هي دولة قطر هذه هي ببساطة ما هي وهذا هو التخبط والآن تركيا سوف تلاقي مصيرها بحكمة المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الخبر وأيضا الآن الولايات المتحدة سوف تجدد مطالبتها بالقص الأمريكي اللي موجود في تركيا فهذه هي تركيا وهذا هو إعلامهم هم يريدون في التالي أما لو يدي لو يد المملكة العربية السعودية ولن تفعل ذلك ولن تنجح استغلال الموقف ولكن لا يعرفون أن الحدث كان أكبر من فكرهم السياسي أو حنكتهم السياسية إذا كان عندهم حنكة فهم بالتالي طورتوا في العمل هذا وهم طرف في العمل الذي حدث لجمال وسوف يلاقون مصيرهم سواء سياسيا دوليا لا أعلم ولكن معروفة منهي الأطراف اللي دخل في الموضوع ولو كانت تركيا فعلا ليس لها يد إذا كانت تعاملها مع الخبر مختلف 180 درجة عن اليوم شكرا جزيلا رياض حدثنا الباحث في العلاقات الدولية أحمد إبراهيم وأشهر كذلك ضافي من جدة وسابل علام السياسي الدكتور عبدالله العساب شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم